موسيقى الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة وأصلي وأسلم على خير خلق الله على الإطلاق الذي جعل من عباد الحجر قادة للبشر ومن عباد الصنم زعماء للأمم فغيروا وجه التاريخ وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلاة وسلاما وبرك عليه وعلينا جميعا وعلى كل من صلى عليه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون بمشيئة الله تعالى مع لقائي هذا ومع حضراتكم سيكون حديثي بعنوان مساكن طيبة في توضيح وتحقيق الاستقرار النفسي والراحة النفسية في الأسرة وفي المجتمع وهناك أنواع من المساكن الطيبة السكن الأسري والسكن الوظيفي والسكن الوطني والسكن الأخروي فالسكن الأسري تحصل فيه السعادة والراحة النفسية بأهله وبأفراده حينما يتحلون بمكارم الأخلاق كل فرد من أفراد الأسرة يقوم بدوره الكبير يرحم الصغير والصغير يحترم الكبير ويقوم الراعي بمسؤوليته تجاه أفراد أسرته كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي فما كارم الأخلاق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة بمعنى أن الأسرة تتحلى بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة كما كان صلى الله عليه وسلم ما أهله يسامره يجالسه تقول السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة كان صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فيحدثنا ونحدثه فإذا نودي بالصلاة قام كأن لم يعرفنا ولم نعرف عليه السلاة والسلام فهذا فيه تعليم للأسرة بأنه ينهض للصلاة للصلاة بهمة فتعلموا من أقواله وأفعاله الهمة في الصلاة لأن الصلاة رقن عظيم من أركان الإسلام فينبغي للمؤمن أن يهتم بها ويأمر أهله بها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وهي ذكر لله بجميع كيان الإنسان بجميع جسده وأقم الصلاة لذكري بخلاف المنافق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وهكذا الراعي يزرأ في رعيته الهمة في الصلاة الهمة في العبادة الهمة في مناجاة الله عز وجل ولذا جعل الله عز وجل خمس صلوات لمناجاة لأجل أن لا تنقطع الصلة بينه وبين عبد حتى في الوقت الذي يكون فيه الفراغ فبعد العشاء إلى الفجر شرع لنا قيام الليل وبعد الفجر إلى الظهر شرع لنا صلاة الظهاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فذكر الله عز وجل فيه الثمانين فيه السعادة النفسية والروحية ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالراعي يزرع هذا في رعيته وبالتالي يكون هذا السكن السكن الأسري فيه الراحة النفسية فيه الطمانينة فيه الاستقرار والأسرة نوات من المجتمع وبالتالي هذا الاستقرار وهذه الراحة وهذه المكارب تنقل إلى المجتمع فيكون المجتمع مستقرا آمنا مطمئنا فيه كل أنواع الراحة والسكن الوظيفي في دائرة العمل من الرئيس أو من المدير إلى أصغر موظفي يتحلون بمكارم الأخلاق بالصفات الحميدة للتعامل مع أفراد الموظفي عندها يتعلم الجميع الانضباط في العمل فمكارم الأخلاق لها أثر طيب لها أثر إيجابي حتى في السكن الوظيفي وتحصل فيه الراحة النفسية والأداء الطيب للمهام الموكل لكل فرد من أفراد الموظفي يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بالحفظ بالعلم بالأداء تحصل السكينة وتحصل الراحة النفسية والسعادة والتمأنينة وكذلك من أنواع المسكن الطيب السكن الوطني فالوطن المكان الذي يولد فيه الإنسان ويترعرع فيه ويتعلم فيه وينشأ فيه فيه أفراد مجتمعي فيه المكتسبات فيه القيادة فينبغي لكل فرد في هذا السكن السكن الوطني أن يقوم بدوره حتى يحصل الاستقرار والأمن والرخاء والسعادة والطمأنين للجميع هذا إبراهيم عليه السلام دعا لمكة قبل أن تكون بلدا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعاء للوطن دعاء للقيادة فالدور الذي تقوم به القيادة ليس بالأمر الهيئ لتأمين الوطن لاستقرار الوطن لراحة الشعب فهكذا دعا إبراهيم عليه السلام وبعد أن أصبحت مكة بلدا كان الصحراء جرداء قاحلة لا يوجد فيها أسباب الحياة لا أسواق ولا ماء فدعا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبعد أن أصبحت مكة بلدا ببركة دعائه عليه السلام دعا قائلا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهكذا نقتدي بالخليل خليل الرحمن بدعائنا للوطن بكل خير وللقيادة الرشيدة في الوطن عندها تحصل السكينة والاستقرار والأمان والسكن الطيب ولذا قال عليه السلاة والسلام خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم فالدعاء عبادة وينبغي لأفراد المجتمع أن يدعوا للوطن بالأمن والأمان والاستقرار والسعادة كما دعا الخليل عليه السلام وهذا تعليم لنا أيها الإخوة المباركون فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله أيها المباركون ما زال حديثنا عن وعي المساكن الطيبة من تلك المساكن الطيبة السكن الأخروي وأول محطة فيه القبر فالإنسان في هذه الحياة يكد ويسعى للراحة النفسية في الأسرة ولتوفير الإحتياجات اللازمة للأسرة ولأفراد العسرة كذلك الإنسان لا ينسى أن يسعى لآخرته وأن يقدم لنفسه ما يجده عند الله يوم القيامة من الأعمال الصالحة التي تدخر فالله عز وجل عنده لا تضيع الوداع وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي اتقوا النار ولو بشقة تمر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم تلك القصور وتلك الغرف تجري تحتها الأنهار هذه الأنهار تسقي البساطين الأنيق التي فيها من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله ومساكن طيب ولا يطيب العيش لأهل الجنة إلا برؤية ربهم عز وجل ورضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فالإنسان في هذه الحياة يسعى لينال السكن الطيب في الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فأول محط القبر والإنسان حينما يموت ويدخل القبر يأتيه الملكان فيسألان عن رب وعن دين وعن نبي فالمؤمن الذي عمل الصالحات يوفق للإجابة فالإنسان في هذه الحياة في امتحانات الدنيا التي تمتحن فيها من قبل البشر يحصل لك الخوف فما بالك بامتحان الآخرة امتحان القبر تمتحن كالملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر ولابد من الاستعداد لذلك السك المسكن الطيب الأخروي ينبغي لكل مؤمن أن يعد العدة له ولذا أعد الأنبياء أعد الصالحون أعدوا لأنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تلك الدار فقال إن في الجنة غرف يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها هذا لمن للذين عملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقة كذلك من المسكن الطيب التي تحصل فيه السكينة الطمأنينة والراحة النفسية المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة هذه المساجد هي أفضل البقاء وأحب البقاء إلى الله المساجد فيها ذكر للرحمن تقام فيها الشععير تقام فيها الصلوات يتطهر الإنسان في بيت ويأتي إلى المسجد ويقف بين يدي ربه مناجيا راجيا فضلا ورحمته وموفرة يقفون يقفون متراصي كالبنيان المرصوص استجابة لنداء الله حين يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاة حتى البعض الذين وفقهم الله يأتون إلى هذه البقاء إلى هذه المساجد قبل أن يسمعوا النداء فالنداء يدركهم في المسجد كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله أنا ما سمعت النداء في أهلي منذ أربعين عاما أربعين سنة وهو يسمع النداء وهو في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين آمن هم عالية للصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة حتى قال سعيد حين فقد أصحاب رسول الله الذين عايشهم عاشرهم في هذا السكن الطيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد ذهب الثقات فأسقموني فوأسفي على فقد الثقات تولوا للقبور فأحزنوني فيا حزني على فقد الحماد وسمع من يرد عليه قاعلا فدع عنك الحماد فقد تولوا ونفسك فابكها عند الممات وكل جماعة لابد يوما سينزل بينهم وق الشتات وهكذا هذه المساجد تعلمنا فيها الطمانينة فيها السعادة فيها الراحة فيها الاستقرار النفس والروح وهكذا تعلمناها من سيرة سيد المرسلين عليه السلاة والسلام أيها الإخوة المباركون فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله أيها الإخوة المباركون ما زال حديثنا عن المساكن الطيبة منها المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة هذه المساجد اجتمع الناس فيها في اليوم خمس مرات ليناجون الله عز وجل بقلوبهم بأبدانهم بكيانهم كله يقفون خاشعين متذللين متأملين متدبرين لكلام الله عز وجل وهو الذي أمرهم بذلك فاستجابوا لنداء فطهروا ووقفوا بين يدي يرجون رحمة وموفرة ولذلك هناك أناس وفقهم الله عز وجل يجلسون في هذه المساجد ينتظرون من الصلاة إلى الصلاة وهذا هو الرباط فهؤلاء الملائكة تستغفر له ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم رجال كالأعمدة في هذه البيوت وهي أفضل البقاء إن غابوا افتقدتهم الملائكة وإن كانوا مرضى عدوهم وإن كانوا في شدة دعوا الله لهم كذلك من المساكن الطيب السكن والمسكن الأخروي وينبغي للمؤمن أن يجتهد لذلك المسكن فبقاه هنا مؤقت ولمدة محدودة ثم يرحل عنها من دار الفناء إلى دار البقاء من جوار الخلق إلى جوار خالق الخلق ذلك المسكن يحتاج من المؤمن الاستعداد من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله ما عندكم ينفت وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الأمل الصالح والذي يدخر للمرء ويجده عند الله عز وجل ولده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلمونا ذلك وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعمل للآخر كان يقف في جوف الليل ليناجي يا رب لأفتل العبادات وهي الصلاة حتى تورمت قدمه من حلاوة وأنث ومناجاة الله عز وجل فقيل له لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا هذا شكر لله عز وجل لما أنعم به عليه ونحن نعم الله علينا كثيرا لا تعد ولا تحسن فينبغي لنا أن نشكر الله بالأقوال والأفعال فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر المال حتى حين كان على فراش الموت سأل الصديق بنت الصديق كم عندي من الدنانير قالت له سبع فأمرها أن تتصدق به وكان إذا أصدر أمرا تابعة في اليوم الثاني سألها هل تصدقتي بالدنانير يا عيشة قالت شغلي بمرضك أنساني أن أتصدق به فبكى الحبيب بكى صلى الله عليه وسلم سبع دنانير لا سبع ولا سبع ولا سبع ولا سبع مليو وقال كيف يلقى محمد الرب وفي بيته سبعة دنانير هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ما عند الله خير وعق ما الدخر ولا كنس بل كان يسأل الآخر فعلينا أن نسأل للآخرة من الأعمال الصالحة فالليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تدعون فيهما دعوا في الليل من الأعمال الصالحة من الذكر من قيام الليل من تلاوة القرآن من التسبيع من نهار من الصيام من الصدقات صلة الأرحام مساعدة المحتاجين كل ذلك من الأعمال الصالحة التي تدخر للعبد ويجدها عند الله يوم القيامة ليحصل على المسكن الطيب والدرجات العالية في تلك المساكن التي تجري من تحتها الأنهار وفيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيود جنات وعيود لمن اتقى الله لمن خاف الله فالخوف من الله عز وجل يجعل الإنسان يعمل لآخرته يجعل الدنيا مطي للآخر فالله عز وجل لا تخفى عليه خاف يعلم السر وأخف يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدوء يعلم ما توسف به النفس وأسر قوله أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أي بالصدور ذاتها قبل أن يتحدث به اللسان فالله عليم بكل شيء فإذا علم العبد ذلك اتقى وخاف الله وأكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل نعم إن لبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق ولربك عليك حق فأتي كل ذي حق حق ويأتي كل ذي حق حق ولذلك يقول معاذ بن جبل صاحب رسول الله الذي فارق هذه الحياة وهو الذي كان يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني ألا ذكرك وشكرك وحسن عبادتي يقول ما أحببت البقاء في هذه الحياة لا لكره الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لضمع الحواجر ومكابدة الأسحار ومزحمة العلماء في حلق الذكر زمع الحواجر الصيام فالله عز وجل عد للصائمين بابا خاصا يقال له الرياء لا يدخل منه إلا الصائم لذا دخل أغلق إكراما له من الله عز وجل ومكابدة الأسحار قيام الليل فقيام الليل شرف المؤمن وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدمها تشاققت قدمها ويسجد بين يدي ربه يطيل في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ويدعو ويدعو لأمتي حتى قالت أم المؤمنين السيدة عيشة رضي الله عنها ذات ليلة أطال وظنت أنه قبط فحركته من أصبعي فحرك أصبعه من شدة الإطالة في السجود انظروا إلى حلاوات وأنس مناجات الله عز وجل ولذلك وصفهم الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يحجعون قليل ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون طلب المغفرة من الله عز وجل أكذا الأنبياء أكذا الصالحون يدعون يصلون يستغفرون هذا سيدنا موسى عليه السلام يدعو رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقبة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا تسبح لله عز وجل ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صلى الله من فضل وأكثر من ذكره وأكثر من تسبيح فالكون كله يذكر الكون كله يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الجمادات تسبح الأشجار تسبح الطير تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم لأنهم يسبحون الله بألسن غير ألسنتنا ولذلك لا نفقه فأن أهل العلم اجتهدوا وقالوا السماء تسبح في زرقتها والطير في تغرير والأنهار في قريرها وكل ذلك اجتهاد فلنكثر من ذكر الله ولنكثر من تسبيح الله عز وجل وعندها تحصل لنا الطمأنينة والسعادة والراحة في السكن الأسري في المسكن الأسري والمسكن الوطن والمسكن الوظيف والمسكن الأخروي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه ولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه ويجعلهم لسان خير وصدق وبرك أن هذا البلد خاص من سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وارحم اللهم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسي والشيخ مكتوم والشيخ خليف بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم انزلهم منزلا مباركا وآفت عليهم من رحماتك وبركاتك واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الرحمين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشوداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وادخل اللهم في عفك وغفرانك ورحمتك آباءنا ومهاتنا وجميع أرحمنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين بارك اللهم في حاكم إمارتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي ولي عهده الأمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير برحمتك يا أرحم الرحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد ولا آله وسهبه وسلم اشتركوا في القناة